هل يمكنكم أن تسمعوني صباح الخير جميعاً؟ أود أن أبدأ بتوجيه الشكر لمؤسسة محمد بن راشد لمعرفة والأم وبرنجة أمم المتحدة للتنمية على دعواتنا لهذه الجلسة اليوم وسوف نتحدث عن الصيبر أو الأمن الصيبراني وضروريات في الثورة الخامسة وأنا أعمل في خصوص البيانات في الشركة الأوسط لذلك هنا مجموعة رؤية متخصصة في الأمن الصيبراني وأنا سعيدة أن أكون كتنوع في هذه الجلسة الحوارية وسوف أبدأ بتقديم كوثر الحسين التي تقوم بكيضة الأمن في إي بي أم لمنطقة الخليج ومنطقة الشام وباكستان وسلوا وهي مديرة المعلومات في أتساد وهو سباستيان وهو أيضا من بي جي آي الشركة الأوسط متخصص في مهرات المعلومات الأمن الصيبراني سوف أقوم مقدمة عن الثورة الخامسة أو الثورة الصناعية الخامسة وبعد ذلك سوف نستفيد في الكلام بالانتقال الأمر يتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعية وتسريع العمل الرقمي إن عصر الثورة الخامسة فهو يعتمد على البشر فيما يتعلق بكيفية يمكن التكنولوجيا أن تقوم بتحسين البيئة ومعيشتهم ومكان العمل مع تركيز أكثر على الرفاهية والرعاية الصحية على سبيل المثال ومن وجهة نظر التكنولوجيا في الانتصال أكبر بين البشر والآلة وأعتقد هذا العام كان هناك مفاجآت من شات جي بي تي فيما يتعلق بالتفاعل ما بين البشر والذكاء الاصطناعية والكثير مننا يقوم بتجربة هذا النوع من التكنولوجيا ولكن هناك استخدامات أخرى التي نراها فيما يتعلق بالرعاية الصحية على سبيل المثال لقد ولدت في السمينينيات وكان هناك المعمل البيولوجي ويبدو أن اليوم أننا ندخل في هذا العصر أنك سوف يكون لديك تكنولوجيا التي يتم زرع أجهزة أو أشياء داخل جسمك التي تحارب الأمراض وتحافظ على صحتك وقد نرى أن هناك حالات حول أنواع من التكنولوجيا أخرى أن نقوم بالدخول إلى الفضاء وكذلك البحث عن واجهات أخرى خارج الكوكب وكذلك التكنولوجيا والتكنولوجيا الأقمار الصناعية وهذه الأشياء حيث أن الأمن السبراني سوف يصبح أكثر أهمية وتركيز على العنصر البشرية فهذا يتعلق بحماية المعلومات الخاصة والشخصية وذلك يتعلق بالخصوصية والمعلومات الخاصة والمعرفة لقد رأينا الكلمة الافتتاحية فأن المستقبل يتعلق بالحصول على المعرفة الصحيحة في الوقت المناسب وهذا يعني حماية البيانات فهذا يصبح أكثر أهمية وكذلك بالتحدث عن هذا النوع من تلك البيانات التي تتعلق بتدعيات عصر الثورة الصناعية الخامسة الآن سوف أحصل على بعض الأفكار العميقة من المتحدثين وسوف أبدأ مع سلوى سلوى في دورك اليوم ومع خلفيتك التقنية في الأمن السبراني ما الذي يترى أن العنصر الأساسي في التكنولوجيا في الثورة الصناعية الخامسة أصف الأساس مع المتحدثة يجب أن تكون بالتشغيل المايك سوف أبدأ بالتحديات التي تتعلق بالثورة الصناعية الخامسة بالنسبة للأمن هناك تداخل أعنظمة متداخلة في الثورة الصناعية الخامسة وكل شيء متصب ببعضه البعض البيت المنازل الزكية والمدن الذكية والصناعات الذكية وأول شبكة متاحة هي هي النقطة الأخيرة فهي متاحة فهي تتعرض للهجمات والتكنولوجيا النشاء لدينا الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا التكنولوجيا المتقدمة لا يجب أن يكون هناك ثقة ثفر ثقة في تلك التكنولوجيا أنت اختارت المصطلح الصحيح الثقة صفر ما الذي تعني أن صفر ثقة أننا لدينا ليس لدينا سيطرة على تلك التكنولوجيا ويمكن أن نقوم بتنفيذ حلول مشفرة التي يمكن أن تتعاطى مع كافة التحديات في الثورة الصناعية الخامسة شكرا جزيلا سالوى وقد تحدثت عن كيف التشفير يلعب دورا كبيرا في حماية أنواع التكنولوجيا في العصر في الثورة الصناعية الخامسة أود أن أسمع أفكارك حول لقد تحدثنا عن الثقة صفر أو صفر ثقة وإذا ما نظرت إليه من وجهة نظرة مرونة السبرانية ما هي رأيك في كيفية تحسين الأمن والحماية للفضاء السبرانية الذي يقع حولنا شكرا مليحة تعرفون أن المرونة السبرانية فنحبها لأنها تجمع الأمن السبراني مع استمرارية الأعمال وبالتالي إذا ما عدت إلى التعريف للمرونة السبرانية أن كل الحوار تغيرا لأن الأمر فعلا يتعلق بكيفية توقع وكيف تتحذر وتستعد وكيف تقبل حقيقة أن الأمر يتعلق إذا ما أصبحت إذا ما تعرضت للاختراك أو الأمر يتعلق أنه تم اختراك بالفعل وإذا ما كنت بالاستعداد فأنك سوف تقوم بتخفيف أثار لأي اختراك السبراني وأعتقد أنه في هذه المنطقة علينا أن نفكر في المرونة السبرانية عندما تقوم بالنظر إلى التقارير لتنشرها أي بي إم كل سنة في متعلق بالخروقات أن هناك خروقات حقيقية هناك خمسمائة محاولة خارج التي تمت في العام الماضي وعندما تنظر إلى الشرك الأوسط فهو من المناطق المستهدفة رقم اثنين على مستوى العالم بعدولات المتحدة الأمريكية ولذلك فهذا يعطي أهمية لكفية الاستعداد وحتى أقوم بتكرار ما ذكرتي أن معظم الخروقات السبرانية فهي تحدث بسبب العنصر البشري بالطبع أعتقد الأمر هذا ليس خطأهم ولكن كيف تقوم بتحضيرهم وتدريبهم وكيف تقوم بتطوير تلك العادات وكيف تجعلهم يفكرون مثلهم الخارقون أو الهاكرز وبالتالي يمكن أن تقوم بعمل أنظمة مؤتمتة على قطرة المستطاع وتقوم بإدخال الأتمتة في كل شيء يعتبط بالتكنولوجيا ولكن ما زالت تحتاج إلى العنصر البشرية وكذلك عندما أن معظم الخروقات التي تحدث في هذه المنطقة وفي أنحاء العالم أعتقد أن هناك يجب أن نكون بعمل شيء للتصديد لهذا هذا النوم الخارق نحن نتحدث عن الرفاهية والصحة عندما تتعرض الشركة بالاختراك فإن كمية التوتر والقلق ليس فقط القاضة ولكن كل من يعمل في تلك الشركة والمؤسسة فمن المهم جدا أن نقوم بمحاكاة الكثير من التدريبات وتقوم بتوفير الموارد للأفراد حتى تتكّد أنهم يفهمون ويقومون بالإسعاداتهم بشكل أفضل وأيضا كيف نقوم بتأييلهم بحيث يكونون أكوية بشكل كافي حتى يتغلبون على هذا الأمر شكرا كوثر لقد كنت بإثارة نقاط مهمة جدا النقطة الأولى قد تتمحور حول الهجمات السبرانية وكذلك أيضا بعض الإحصائيات لدينا تقرير قد صدر مؤخرا منه بحلول 2025 في أن تكلفة الخركة السبرانية سوف تكون 2.5 تريليون دولار وكذلك هذا يعتبر من أكبر اقتصاديات في العالم وهذا يعطيك فكرة ما مدى التكلفة وهما أثار تلك الخروقات وهذا بعد سنتين فقط في 2025 وكذلك أيضا فكرة ضعف الأمر ثلاثة أضعاف من سوء 2015 وسوف يكون هذا الأمر أكثر توسعا مع التوسع في استخدام تلك التكنولوجيا وكذلك التفاعل ما بين البشر سوف يكون أكبر عندما يتفاعلون مع التكنولوجيا وأيضا نقطة الرفاهية والعافية فأنت تتحدثين عن المهارات فإن المحترفين يجب أن يجعلون بالارتياح في لعب أدوارهم وأود أن أسمع منكم سيباستيان وخاصة ما دورك مع كريست وأسمع منك ما هي الفرص التي تتعلق بفرص العمل فيما تتعلق بالحماية أو الأمن السبراني فما رأيك في فرص العمل التي يفترضها أو يتطلبها الأمن السبراني شكرا جزيلا شكرا لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة على إحضار هذه الجلسة الممتازة وتهانينا أن يكون هناك تنوع في الأجندة لدينا ثلاثة نساء يتحدثنا عن الأمن السبراني وأنا الرجل الوحيد هنا فهذه ميزة في حد ذاتها فيما تعلق بكوة العمل أو العاملين في الأمن السبراني لماذا لا تبدو كوة العمل أو العاملين في الأمن السبراني مثل هذه الجلسة الحوارية؟ على سبيل المثال أن يكون هناك كبار يقومون بتدريس أشياء قد تعلموها منذ ثلاثين سنة بدلاً من التأقلم مع الابتكارات وبالتالي فإن التعليم والتدريب والمهرات وهذا يرجع إلى نقطتك التي تتعلق بالاحتفاظ بالبشر فإذا لم تكن بعمل أنت مستعد له ولم يتم التكريمك من كبار أصحاب العمل فمقابل العمل الذي كنت بعمل فإذا أنت سوف تشعب بالتوتر والضغط ولذلك يمكن أن نقوم بتوصيف المشكلة طريقة رؤيتنا للثقة فإن العاملين أو قوة العمل في الأمن السبراني في العالم اليوم فهم يفتكرون إلى القدرات فهؤلاء الأشخاص ليس دونهم المعرفة والمهرات التي تطلب منهم أن يكون هنا بعملها نحن نتحدث لكن نحدث عن كنتم فأن هؤلاء العاملين لا يتعاملون مع الضوابط التي تتعلق بالأمن السبراني وإنترنت الأشياء فهم ليس دونهم المهرات لتعامل مع تلك الأشياء الجديدة لذلك الإفتكار للقدرات ليس هناك المزيد من الأشخاص هناك إحسائيات أعتقد ICTU ليس لديك أشخاص مناسبين وليس لديك العداد الكافية وحتى عندما يكون هنا ويعملون فليس هناك التوافق ليس لدينا طريقة موحدة التي تعطي التوصيف للأشخاص وهذا هو الامتحان الذي يجب أن تكون باجتيازة وبالتالي النقطة النهائية نحن نتقابل من وقت إلى آخر في مثل هذه المناسبات ولكن ما الذي نفعله في الأوقات الأخرى فلنحن نتنافس مع بعضنا البعض في متعلق بالمواهب والعقود فنحن لا نعمل كمجتمع للأمن السبراني حتى نواجه تلك المشكلات التي تتعلق بالأمن السبراني لقدم دعواتي وفقد أريد أن أقوم بابتكاد طريقة النظر إلى العالم وكيف نتعاطى مع كافة هذه المسائل في وقت واحد ولذلك عندما نقوم بنظر إلى قوة العاملة في الأمن السبراني كأنه نظام ونظام واحد نحص في الأعتبار التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم المهني والتدريب وكل شيء والهدف من هذا أن يتم التوفيق مع التحديات أن نكون بعمل توافق بين العمل والأوساط الأكاديمية ليس فيما تعلق بالطلبات أو المطلبات التي نحتاج إليها الآن ولكن ما هو مطلوب بعد خمس سنوات يمكن أن نكون بوضع أشياء تكتيكية ويمكن أن ننظر إلى التدريب وننظر إلى التدريب المهني وكذلك ننظر إلى السوق ونكون بتطوير النظام بشكل عام إن اقتراحي أن يعمل الشركات مع أو سوء العمل يعمل مع الأوساط الأكاديمية معنا ونكون بالحصول على كافة المهارات نحن كمهندسين نقوم بإنتاج المتخصصين ولذلك سوف أتقوم بالتحدث عن أمثلة التي تثبت نجاح نظرياتي إذا لا تمانع مليحة أود أن أتدخل هنا وأقول أنه من أحد العناصر الأساسية هو العنصر البشري وشكراً أن أشكرك على ما قلته عندما ترى أن معظم الخروقات التي تحدث ليس في النظام البيئي الذي يحتكي بك مباشرة ولكن عليك أن تأخذ في الاعتبار عندما تكون بتوعية لتلك الحوادث الأمنية عليك أن تأخذ في الاعتبار سلسلة الإمداد كاملة لأن كثير من المؤسسات تركز على المؤسسة فقط ولكن عندما تنظر إلى سلسلة الإمداد فإن الخروق يمكن أن يحدث في أي نقطة أو أي مرحلة وأنا أؤمن حقاً علينا أن نكون بالتوسع ونعتني كبشر ولكن كمحترفين أن نكون بنشر المعرفة الخاصة من وجهة نظر الأمن السبراني عبر سلسلة الإمداد أو رحلة كاملة شكراً جزيلاً كوصر وشكراً سباسين لقد كانت نقاط مفيدة جداً ولذلك هناك بعض الأشياء التي تود أن أخذ باب التفصيل لقد تحدثنا عن كيفية وشكراً على هذا الإطار التدريبي العام النقطة المهمة هنا التي تود أن أتحدث عنها أكثر هم أجهات التنظيمية أن هناك حاجة إلى أن نقوم بتعزيز التشريعات اليوم وعندما نتحدث أن هناك كثير من البلدان يقومون بالعمل على وضع أطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي ولكن ما نتوقع أن نرى في السنوات القادمة مع الثورة الخامسة الصناعية أن هناك تحسنات أكثر وطريقة مختلفة للنظر إلى التشريعات هناك شيء أنا أود أن أقول له قبل أن نرجع إليكم وأنا أقول هذا أنا كمتخصصة في خصوصية البيانات أنه من أحد المعايير أو المقاييس الموجودة في الشرق الأوسط عندما تقوم بتقييم أثر الذكاء الاصطناعي فهناك إجبار أو شرط أن تقوم بتقييم الأثر النفسي والاجتماعي على البشر في استخدام الذكاء الاصطناعي وهذا هو العنص الأساسي الذي يأخذ في الاعتبار سوف أعود إليك ما هي نوع المهارات الذاتية أو الشخصية التي يجب أن نكون بتطويرها في العاملين في الأمن السبراني في المستقبل من أخذ في الاعتبار الأثر على البشر أو العنص البشري شكراً أعتقد أن هذه نقطة جيدة لأنه من السهل لنا أن نتحدث عن جانب التقنية أو الفنية وكذلك أن تتمي بالمهارات والمعارفة والقدرات التي يمكن تنفذها ولكن في نهاية الأمر فكذلك تكون مشكلة مهندس ولكن تكون مشكلة عنصر بشري أو الإنسان ولذلك فنحن نعتمد فقط على الحلول التقنية والفنية ولكن نعتمد أيضاً على الحلول الإدارية للتخفيف من تلك الأثار والاستثمار في العنصر البشرية حتى نقوم ببناء مواجهة للأمن بالطبع أن أتم بالعملين في الأمن السبراني أن يكون لك قدر على التواصل وكذلك قدر على الكتابة الكثير من العاملين في الأمن السبراني فهما لديهم مهارات كافية للتوثيق والكتابة ولذلك يمكن أن تكون أيضاً مهارات التعبير وكذلك وأن نجعل كل الجميع يكتسب تلك المهارات إذن مهارات الاتصال، مهارات القيادة وكذلك أيضاً التحفيز وكذلك هناك تحديات لماذا لدينا تحديات التعليق بالاحتفاظ بالعملين في الأمن السبراني وتعليم المهارات القيادة وكبناء الفريق والتركيز على ما هو المطلوب بعد ذلك فهذه أيضاً من تلك المهارات الشخصية أو المهارات الذاتية المطلوبة شكراً سباسشين الآن بالانتقال إلى السيدات الموهوبات في الجلسة اليوم أثبت أن تتجعلني أفكر في تحضير العاملين في الأمن السبراني في المستقبل هناك الأشياء المفتقرة هنا هو دور السيدات أود أن أسألك يا سلوى ولسيما أنك تعملين في المملكة الطبيعة السعودية كيف تقومون بجذب كثير من السيدات لهذا الحقل وما هو الأشياء التي يجب أن يتم عمالها من جانب المؤسسات والشركات وجذب السيدات للعمل في هذا المجتمع الذي تميز به الرجال فقط إذن من منظوري كجزء من حكومة المملكة المتحدة أنا مدعومة من البرنامج وهذه هي الطريقة التي تمت تعرف تعرفت بها على سباستين والمجموعة ومن الجهة الأخرى أن الأمن السبراني الوطني في السعودية يمكن المرأة كيف يمكنك أن أقول ذلك يعني حتى في دول في شركة إذن لم يكن هناك دعم من الرئيس التنفيذي لن أكون متواجدة هنا معكم اليوم أنا ممتنة ولذلك أيضاً أحاول إذا كان من المنظور الحكومي نحن نحاول دائماً أن نمكن المرأة وأن نقوم بأفضل ما أمكننا لأن نقوم بزيادة المقدرات ونستطيع أن نقوم بذلك بالفعل وانسألتموني قبل خمسة عوام الأمر كان مختلفاً كلياً رائعاً جداً شكراً لك سلوة نحن نرى سيدات أكثر في هذا المجال الآن حول الشرق الأوسط من الدول المختلفة وأيضاً بالمناسبة دعيني أخبرك أن الأمن السبراني الوطني حصلنا على معدل مئة بالمئة وذلك كان بقيادة امرأة رائعاً جداً شكراً لك على تعريفك لهذا التنوع كوثر أريد منك أن تخبريني كيف أصبح للمرأة دور في هذا المجال التقني هذا أمر أنا شغوفة جداً به وأعتقد أنه شخصياً أنني أقوم بالعديد من الأمور في وقتي الشخصي ولكن بالبدء مع الشابات اليافعات هو كيف نتحدث إلى الأطفال الصغار في المدارس والجامعات وكيف يمكننا أن نجذب عدداً أكبر لأن التنوع مطلوب وأمر إيجابي وأن يكون هناك رجال والنساء يعملون مع بعض وأن يتمتعينهم في المراحلة المبكرة ولكن ليس ذلك فحسب ولكن أيضاً نقوم بعمل ما يسمى باليوم السبراني للفتيات وقمنا أيضاً بعمل مبادرات في اليوم السبراني للمرأة وذلك بالعودة إلى العمل ولكن الأمر هو كيف يمكننا رفع المهارات وكيف يمكننا أن ندخلهم في مجال الأمن السبراني وأخيراً وليس آخراً الأمر ليس صغيراً في هذه الدول نسي اي أو السعودية نرى العديد من الأمور التي تتم في دعم السيدات وبناء النكسيسوس القادمة للمستقبل وهناك تركيزاً كبير في تعليم السيدات ولكن أيضاً أن جاء لهم في مجال مختلف وأن نمكنهم لأن يقوموا بهم ما هو أكثر هناك بالطبع العديد من المجهود الذي تم ولكن هناك سيدات الذين يودون أن يكونوا جزءاً من ذلك ويستطيعون أن يقوموا بذلك وأنا سعيدة جداً لأن أرى العديد من المؤسسات الكبيرة التي تستثمر في السيدات شكراً لك كوثر شكراً وأنه من رائع أن نستمع عن المبادرات المختلفة من الدول والشركات المختلفة بالعودة مشدداً إلى الإمارات العربية المتحدة نرى أنه من منظور الأمن السبراني هناك العديد من المبادرات حول التعليم والمعرفة أود أن أعرف عن منظوركم عن ما ترينا خلال الخمسة عوام القادمة بما يتعلق في في مستجددات الأمن السبراني سباستيان أن استطعنا أن أعود مجدداً حيث أنه لدينا فقط السيدات يجيبون عن هذا السؤال بما يتعلق في التنوع ولكن الأمر يعد منطقياً قلت أنه لا توجد هناك مقدرات كافية ولكن السؤال لماذا لا يكون لدينا نصف الكثافة السكانية في الكوكب يقومون بالدور أو يكون لديهم دور أوراً ولذلك نعلم أنه هناك طرق مختلفة من المفكرين أو مفكرين مختلفين يمكنهم أن يقوموا بحل التحديات الخاصة بالأمن السبراني ولذلك الأمر هامن جداً لنا وأن يكون هناك مساحة آمنة يمكن للجميع أن يشارك بها المعلومات ويشارك بها التفاصيل وأيضاً بشكل موسع أكثر شكراً لكم وأنا أعزز على الأعمال الرائعة التي تتم هنا في دبي والإمارات العربية المتحدة بما يتعلق في الأمن السبراني وهناك مبادرة رائعة في دبي ديجيتل الذين قاموا بوضع خارطة الطريق للقوى العاملة في الأمن السبراني وقاموا بترجمتها إلى برامج تعليمية في الوعي والعلم والمعرفة السبرانية وبعد ذلك أن يتم أخذ مسار مهني في الأمن السبراني وبعد ذلك بدأ بمهامهم الوظيفية وتعرف على الاحتياجات التدريبية التي يقومون بها وأيضاً لهذه المبادرات وما يشابهها المملكة العربية السعودية أيضاً بدأت في التعرف على برامج تدريبي والذي سيتم عملها على المستوى الفردي والمجتمعي وأيضاً المؤسسي وأيضاً النقطة الأساسية في الصفحة الثانية من هذه في الأساس ما الذي نريد الآن وما هو التوسع في السوق أريد الأشخاص الذين يقاموا باستخدام هذه المبادرة وأن يقوموا باستخدام نفس المصطلحات إن الأشخاص قد قاموا بذلك ويمكننا أن نقوم بسد الفجوات من خلال هذه الطريقة وأعتقد أن هناك تنوعاً الشركات المختلفة تحتاج إلى أشياء مختلفة إن هذا العمل رائع ومكتمل وشمولي وهناك عدد كبير من الوظائف لدي العديد من الأعمال الآن في عمان على سبيل المثال ليس هناك حاجة بأن نقول ما هي الاحتياجات الوظيفية حيث نجدرهم العلم الكامل وهناك أيضاً مبادرات في عمان لزيادة المرونة السبرانية وتعزيز الأمن السبراني وقاموا بتبني هذا المبدأ ما هي الاحتياجات حتى يكون الأمن السبراني مرن وبعد ذلك بدأت الجامعات بدفع هذه الأفكار في الأبحاث الخاصة بهم شكراً لك سباستين رؤية رائعة جداً عندما يكون لدينا دولاً أكبر ومؤسساتهم أكبر أود أن أعود مجدداً إلى المعرفة المعرفة المطلوبة والمواضيع الأساسية سأعود لك سلوى أعلم أنك تقومون ببعض الأعمال الهامة وأحدها هو كوانتوم تكنولوجي هل يمكنكم أن تخبرين ما هي كوانتوم وكيف ستتساعد في تشكيل المستقبل داعيني أعود لكم بالتحدث إليكم عما هو هو عبارة عن طاقة حاسوبية لثورة الصناعية وهي عبارة عن تكنولوجيا ذات وسلاح ذات حدين يمكن أن نستخدامها لعملية التشفير لدينا على سبيل المثال المدينة الذكية لدينا شبكات كبيرة وأي عملية اختراق أو هجمة سبرانية قد يعطل هذه المدينة الذكية دعنا نضيفها نضيف هذا المثال على المدينة الذكية كدراسة حالة نحن نقوم لدينا مدينة كبيرة في السعودية والتي نقوم ببناءها والتي سيتم من خلالها بناء مدينة ذكية هذه النقاط النهائية تقوم بخلق فرص للهجمات السبرانية كيف يمكننا الحماية من هذه الهجمات ما تحتاجون إليه هو ثقة وأن يكون لدينا حلول وقتية حلول مباشرة على سبيل المثال تصور أنك تدخل إلى منزلك لديك مفتاح لديك الباب تدخل الباب مع مفتاحك وبعد ذلك الباب والمفتاح يمكن أن يتم تغييره من خلال عشرين ثانية بهذه البساطة شكراً لك على توضيح كونتم بطريقة سهلة يمكنكم أن تقوم بتغيير مفتاح مفتاح الدخول والباب خلال عشرين ثانية يمكنك إضافتها في في سياق العمليات المالية أو أياً كانت ولكن أمره قد يكون بهذه البساطة تكون بتغيير المفتاح والباب الذي تدخل منها أو البوابة هذا هو المستقبل هناك العديد الذي يمكن أن يتم شكراً لك لمشاركة هذه الرؤية القوية فيما هو كونتم وهو عملية تغيير المنزل والباب والمفتاح لمنزلكم حتى يكون آمن القدر المستطاع كوثر هل يديك أي أفكار أو أراء عن هذا الأمر؟ حسناً لقد تحدثنا أن كيف دولة الأمارات عبيت المتحدة أنا فخرة جداً وسعيدة هنا أنا تواجد هنا لأننا في العالم في المكان المناسب والوقت المناسب لأن الأمارات تقود طريق الإصمار وكذلك عادة تقوم بتعريف استراتيجيات الأمن السبراني على مدار الخمسين سنة القادمة فهي من الدول القليلة التي تعترف وتقبل بحقيقة أننا جزء من تعريف المرونة التي تتعلق بالأمن السبراني على الصعيد الوطني لقد كنت أستمع إلى الدكتور الكويتي منذ عدة أيام وكان يشرح كيف أن كم البيانات سوف يستمر في التوسع وكيف نكون بحماية تلك البيانات ونحن كبلد سوف نكون قادرين على الاستمرار أن نكون لدينا نوع من المرونة فيما تعلق بالعمل السبراني والاستجابة وكذلك تعزيز كافة هذه التكنولوجيا الذكاء الاصطناعية والتعلم بالآلة والروبوتوكات وكذلك إدخالها ودمجها في الاستراتيجية العامة ولذلك أنا يمكن أن أضيف هنا أن أنا نمهد الطريق لأنك كثير من الأشياء تحدث تكنولوجيا مهمة ولكن بالطبع ليست الشيء الوحيد الذي نركز عليه العنصر البشرية أو الإنسان يجب أن يكون هو الخط الأول والخط الأخير للدفاع نحتاج إلى أشخاص سعداء ولكن أعتقد أن الأفراد فهم يجب أن يركوا التدريب المستمر والتعلم شكرا كاثر سوف أطرح السؤال الأخير لكل منكم إذا كان لديك توقع للأمن السوبراني في المستقبل فما هو هذا التوقع أو التنبؤ؟ نبدأ بك يا سبيسجين أعتقد أعتقد كل شيء ما تحدثنا عنه اليوم قد أدى إلى اتجاه ختمتي وأنا أتفق مع كاثر هذه من أكثر مناطق مسير الاتمام للعمل في الأمن السوبراني التحديات الكبيرة والطموحات الكبيرة يتم وضعها في المشروعات الضخمة وكذلك ونحن نحاول أن نقوم بتأمير المشاريع الخاصة بالبيانات والمعلومات في وجه العدد الكبير من المحاولات الإختراق وأن تتعرفون هذا بحكم نظيم منطقة منطقة رقم 2 بعد الولايات المتحدة الأمريكية لتعرض للخارق وكذلك أنا بالطبع أنا متأكد أن الطلاب الذين يبدأون اليوم في الحصول على درجة علمية في الأمن السوبراني سوف يدرسون أشياء قد لا تكون لها فائدة مع مرور الوقت وبعد خمس سنوات عندما تأخذون سوق العمل فسوف يجعون تحديات لم نفكر فيها أي شخص منا في هذه الغرفة وكذلك قد يكون هناك أشياء نفكر فيها وفجأة تجد أشياء أخرى وكنتم على سبيل المثال وسوف يكون هناك من الأشياء التي تفكر فيها الآن وقد اختلف الأمر بعد ذلك وكذلك يمكن أن نكون بتغيير المفاتيح كل يوم والأبواب وفقط أنظر إلى السرعة بعد خمس سنوات أنا 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 لست خريج من درجة أمن السبراني لأن هذا عالم مختلف يعني من الغد سبستشن شكراً على ما قلته عندما نكون بتحضير هذه الجلسة الحوارية وقد قد سبستشن أنه بالنسبة لمستقبل فرام لا يتعلق بالأمن السبراني ولكن يتعلق بالتعرف التعرف على التكنولوجيا الجديدة عندما تصدر ولذلك علينا أن نقوم بمتابعة الأبحاث الحديثة ونفهم التكنولوجيا التي تقوم بتأمين هذه الأعمال أنا لدي خلفها في علوم الكمبيوتر فقد ساعدني كثيراً أنا أفهم كيف يعمل الأمن وأعتقد هذا درس مفيد منك يا سبستشن الرسالة تتمحور حول الأساسيات إذاً ربما تركز على الأساسيات فسوف تتمحور حولها كل شيء إذا ما كنت بالتركيز على التحديات الحديثة فسوف تركز على العمل كاوثر ما هي التنبؤاتك للأمن السبراني أعتقد أن أمن السبراني من الصعب جداً نتنبأ بما سيحدث حتى في وقت متأخر من اليوم ولكن في الحقيقة مع سرعة كل شيء يحدث على الذكاء الاصطناعية والكمبيوتر الكمية وما إلى ذلك فإن التحدي الذي نواجهه أن كافة الذين يعملون بالاختراك فلاديهم سلاح الوقت وكذلك عندما اختارك أحد الأشخاص شركتك فاتح صدق الأمر بضعة ثواني فهذا ولكن إصلاح هذا الأمر فقد يستخدم من ثمانين إلى تسعين يوماً حتى تقوم بالتعافي من هذا الاختراك ولذلك علينا أن نعرف كيف تستطيع المؤسسات أن تقوم بالسيطرة على الوقت لأن هذا سوف يحدث حتماً عندما نتفق أن هذا سوف يحدث وكيف يمكن نحن كمؤسسة وكعملين أن نساعد في السيطرة على الوقت والزمن مع المزيد من الذكاء الاصطناعية والتعلم بالآلة والتكنولوجيا والبشر الذين لديهم الوعي والمتخصصين في الأمن السبراني لحماية العالم شكراً جزيلاً قولاً قولاً أعطف فيما تعلق بمستقبل الأمن السبراني وكيف سوف يكون هذا أمر حيوي وبالنسبة لك يا سلوى ما هي توقعاتك أو ما هو تنبؤك بالنسبة لها المستقبل للأمن السبراني لا أستطيع أن أسمع المتحدثة يرجى تشغيل المايك التعاون هو الأهم بين الجهات الحكومية والشبكات الخاصة بالأمن أو الشبكات التأمين يجب هناك التعاون ما بين كافة الوحدات والمؤسسات ولوسط الأكاديمية أن يكون هناك طريقة واحدة لتأمين شبكتنا والسبب في هذا يرجع إلى عدد الأنظمة المطربطة مع بعضها وكمية البيانات التي نشاركها والتي ننتجها بدون تأمينها فنستطيع أن نكون بالانتفاع بها إذن المستقبل يجب أن يتطلب التعاون والتعاون هذا هو رقم واحد شكرا جزيلا سلوة أعتقد أنك قد تحدثت عن كلمات المهمة مثل التعاون وسوف أعني هذه الجلسة حول أفكاري من خلال المحادثة التي قمنا بها أعتقد من جانبي من جانبي سوف أطرح عليكم سؤال يتعلق بتحدي كبير أنا أعتقد أن مستقبل الأمر السبراني سوف أتعلق سوف أتعلق بالأمن الخاص بالمعدات الملموسة أو المادية والأشياء التي تعلق بالنواحي الطبية وكذلك أيضا السلامة الاجتماعية وأثرها على عنصر البشري وكذلك أيضا يجب أن هناك فكرة السلامة الرقمية وكل هذا يمكن أن يندمج مع بعض لأن هناك نوع من حماية العنصر البشرية أو الحماية الإنسان ولذلك عصر الثورة الخامسة فهو في خدمة الإنسان حتى يجعل هذا العالم عالم أفضل للعيش فيه وإنقاذ الكوكبنا وكذلك توفير مكان أفضل للعاملين وقوة العمل أود أن أشكر مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة وكذلك هو برنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدعوتنا لمشاركة في هذه الجلسة المسيرة الإتمام شكرا كبير للمتحدثين سباتشن وسلوى وكاوثر على حضور اليوم وشكرا للجميع على الحضور وسوف نختم هذه الجلسة شكرا جزيلا شكرا مليحا بالطبع بعض الأسئلة ما كان لدينا بعض دقائق كنا نتحدث عن التنوع في الأمن السبراني وهناك فكرة أن هناك تركيز كثير على المساواة بين الرجل والمرأة بالطبع السيدة سلوى وكاوثا قد تحدثوا عن الأمن السبراني من أجل السيدات كيف تعتقدون أن نجعل هذا أكثر شمولية فيما تعلق أن هناك يوم السبراني أو نكون بالتركيز على أصيبه من أجل السيدات وهذا سوف يجعلهم ينضمون نحن فقط نركز على السيدات بل يجب أن نركز على المهارات لأنك لا تقوم باستعانة بشخص لأنه مجرد أنه رجل أو امرأة ولكن نركز على المهارات لأن هذا أمر فني أو تقني فنحن نتحدث عن السيكولوجية أو النفسية ولكن نركز على قدرات التقنية والفنية يجب أن نركز أكثر على المهارات والتنوع فما هو رأيك أن نتعمل مع هذا في المستقبل أنه سؤال ممتاز فعلا ونحن نسأل أنفسنا في عدد من المناسبات أو الفعاليات في برامج السبراني لماذا نركز على 50%؟ أعتقد من الجيد أن نصل إلى نقطة أن السيدات لا يحتاجون إلى مزيد من التحفيز لمشاركة في العمل فهذا يختلف من بلد إلى بلد آخر لا يوجد حجم يناسب الجميع وبالتالي الزملائي قد قاموا بالتحدث عن جوان مختلف عن هذه المشكلة هناك مشكلة كبيرة فيما تعلق بالبنات أو البنات إذا ما كنت بدراسة مادة دراسية في المدرسة فممكن أن تكون بالبدء مساريتك المهنية في الأمن السبراني وكذلك الهدف من تلك الدراسة تلك المواد الحصول على وظيفة فهنا هذا هو الارتباط ما بين التعليم والتوظيف إذن علينا على سبيل يمكن السيدات أن يكون جيدات في الأمن السبراني هنا في الخليج أنتم ممتازين لدينا هنا رجال يعملون في الأمن السبراني وشيء جيد الذي أحبه نحن نخذ نمازج أو قدوات من الخليج وهنا يمكن أختفق معك تماما في الخليج فنحن ننظر إلى برامج أكثر شمولية يجب أن يكون هناك أسبوع للأمن السبراني أو أسبوع للتنوع أو التنوع فيما تعلق بالأمن السبراني وكذلك مثل إنجلترا للأسف نحتاج أن يكون هناك أو الجذب السيدات للعمل في الأمن السبراني شكرا جزيلا علينا أن نكون باختتم هذه الجلسة لقد طلقينا تعليمات عن هذه الجلسة وشكرا جزيلا واتمتعو بيوم وكم شكرا جزيلا I'll blame overrunning I'm being asked a really brilliant question أنا سؤال ممتاز في النهاية نحتاج إلى هذه الجلسة شكرا جزيلا